بداية أقول بأن الجمهورية التركية قامت بتلبية جميع وعودها تجاه بيئة نظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون والغازات الدفئة وإلى الآن الجمهورية التركية تحتل مرتبة عالية في هذا المجال من أجل الحفاظ على البيئة وأصبحت الجمهورية التركية مثلا يحتذى به من قبل الدول الأخرى ولو قمنا أيضا بإجراء مقارنة مع الدعم المقدم لبعض الدول إننا لم نحصل على أي دعم من دول أخرى ولكن نحن بشكل طوعي قمنا بتطبيق جميع وعودنا وجميع البنود والمواد الموجودة في اتفاقية باريس ونحن نقوم بتنفيذ وتطبيق الواجبات والمهام الملقاة على عاتقنا وإننا نتعهد أيضا بنظيفة خالية من البيعاثات الكربونية والغازات الدفئة بقدوم عام 2050 وإننا نقوم بالعديد من الخطوات الأهمة في هذا المجال بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبنائنا لمحطات نووية من أجل توليد الطاقة أيضا هي موجودة العديد من الخطوات قمنا بتطبيقها وفي كل عام نقوم بتخفيض 90 مليون متر مكعب من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفئة وقمنا بمضاعفة هذه الأحجام سنة بعد أخرى وأصبحنا مثالا يحتذى به بالمقارنة مع الدول الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر